تتفاعل أزمة الصحف الورقية في الأردن لتتجاوز الأزمات المالية بين الصحفيين ومالكي صحفهم إلى عجز مجالس الإدارة عن حل الملفات العالقة في هذه المؤسسات طفح الكيلو ونفض الصبر عنوان لبيان شديد أصدرته صحيفة الراي يصيب التوقف عن العمل جزئياً مساء اليوم الأربعاء كخطوة تصعيدية أولية احتجاجاً على ما وصفوه بتخبط أعضاء مجلس الإدارة في قراراتهم وتنقضها ومطالبين برحيلها هذا المجلس منذ اليوم الأول فشل في مهامه بل كان هناك فشل مبرمج وواضح أن هناك أصبح لدينا شك بأن هناك برمج لاستهداف رسالة الرأي الصحفية ورسالتها الوطنية وذكر العاملون في الرأي مجموعة نقاط تكشف العديد من الحقائق التي تبين فشل مجلس الإدارة في حل أزمات المؤسسة سواء المالية أو غيرها من الملفات العالقة دون حل كان أبرزها تراجع توزيع الصحيفة في عمان والمحافظات وتراجع اشتراكات الصحيفة وتخبط مجلس الإدارة في قراراته وتناقضها بينما الحقيقة الأقوى كانت تحامل الوحدة الاستثمارية في مؤسسة اتنواني الاجتماعي مسئولية الهدر المالي بسبب موافقة على مشروع مطابع الرأي مطالب الزملاء واضحة في المؤسسة الصحفية الأردنية إقالة أعضاء مجلس الإدارة وفتح موضوع المطبعة التي أنشأت في أم العمد بقرار من النافذة الاستثمارية للضمان الاجتماعي وتستهلك موازنة الرأي من جهتها نقابة الصحفيين أكدت وقوفها الكامل مع تحقيق مصلحة الصحفيين وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار آملة من مجلس الإدارة الالتفات الكامل للمطالب والمساعي ومحاولة تنفيذها هناك مطالب بالتأكيد محقين فيها زمناء الفراء وأنا تمنى أن يتم التعامل مع هذه المشكلة سريعا لأنه تتراكم حاليا المشاكل الصحف الورقية تحديدا الرأي كما الدستور كما غيرا من الصحف فأعتقد بأنه آن الأوان أن يتم اختيار مجالس إدارات وإدارات قادرة على حل الأزمات وليس تصعيد الأزمات ما يجري حاليا في كثير من الصحف ومن جملتها الرأي هناك تأزيم في الأزمات بدلا من اتباع ستوب الحوار وتقارب وجهة النظر والعمل على حل مشكلة زملاء في الرأي وتحقيق المطالب فورا الحديث عن أزمات الصحف الورقية في الأردن نال النصيب الأكبر ضمن سلسلة الأزمات الإعلامية ففي العوينة الأخيرة ظهرت مجموعة من المشاكل كان أبرزها المالية والإدارية قلعة وطن تحمل رسالته وحراس هذه القلعة يطالبون برحيل حكامها حمز الشوابكي رؤيا